السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته عن كيفية علاج ترهل الثديين عند المرأة طبعا ترهل الثديين يحدث بسبب زيادة وزن حمل والولادة مثلا سن اليأس 50 نقص الهرمونات الأستروجين أو مثلا لا تشرب ماء تلبس حمالات صدر غلط مثلا تلعب رياضة تأكل غذاء متوازن هذا كله يؤثر على حجم السديين بالإضافة أن العمر يلعب دور مثلا الوراسة تلعب دور كمان والتدخين طبعا كيف المرأة تحافظ على السديين من الترهل طبعا أول شيء مثلا يجب أن تلعب رياضة تتأكد أن الهرمون الأستروجين في مستوياته الطبيعية إذا لم يكن في مستوياته الطبيعية فهي تأخذ مثلا بزور الكتان أو بزور السمسم ممكن تلجأ للطبيب لا يفصف له أدوية هرمونية لازم تلعب رياضة مثل ما أنا لا توقف كثيرا لأنه في الجاذبية الأرضية يمكن أن تقلل السديين ينزلوا لتحت تلبس حمالات صدر مناسبة للإياس تشرب ماء منيح هذا مهم جدا وتمتنع عن التدخين المهم جدا أنه مثلا في طرق مثلا مثل تدليك السديين وهي عن طريق مثلا قطع الثلج تدليك مدة دقيقة تقريبا لأنه باردة كتير ما يأثر على الجلد تبعها فمدة دقيقة فقط بقطع الثلج بالإضافة لإستعمال زيت الزيتون كمان بالتدليك بزيت الزيتون زيت الزيتون فيه مضادات أكسدة وغيرها فبيحسن من خلايا الجلد نقولوا أنه طبعا الرضاعة الطبيعية ليست هي السبب أنه بيترهل السديين لأنه بيبلش يكبر السديين من بداية الحمل وخلال الحمل وبعد الولادة رضاعة طبيعية بيترهل السديين كمان المرأة لازم تفحص هرمون برولاكتين الحليب لازم يكون ضمن المستويات الطبيعية بجسمها في حال ما استفادت الطرق الطبيعية فممكن تلجأ للجراحة عن طريق أطباء التجميل عملية التجميل بعد ما تخلص الولادة وعدد الأولاد اللي بديها لأنه مشان تضل تحافظ على نتيجة النتيجة الإيجابية للعملية التجميل وشكرا متابعتكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر